تتوالى الأزمات في واسط تباعاً آخرها كانت أزمة توفير البنزين المحسن الأمر الذي تسبب بأعطال لمئات المركبات في المحافظة أزمة تلو الأخرى تشهدها واسط ثلاثة أشهر مرت وأصحاب المركبات يشكون عدم توفير البنزين المحسن في المحاطات الأهلية والحكومية فيما تتوفر بالمحافظة وقود خلية الجودة مما سببت أعطالاً لا تحصى للعجلات البنزين المحسن يعني مشكلة كبيرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر أو ما يقارب شهرين أو أكثر مقطوع نحن أصحاب المحركة GDI السيارات الأمريكية صراحة إذا متفولها بانزين محسن هذه السيارة يصير بها أعطال كثيرة وسببت أنها أعطال كثيرة أغلب السيارات التي تشتغلها سيارات وارد أمريكي وهذه السيارات لا تشتغل إلا بانزين محسن وحالياً لا يوجد بانزين محسن بالكوت وهذا قاعدة وخطيها من قطاع رزقهم محاولات الرابعة لأجل الحصول عن تصريح من شركة توزيع المنتجات النفطية لم تفلح لإمتناع الإدارة عن إدلاء أي تصريح في حين تساءل مراقبون عن سبب الأزمات المتتالية في المحافظة رغم وجود شركتين نفطيتين تصدران مئات البراميل يومياً يعني قمنا نضطر مرات نروح البغدادة فقولها محسن هناك عندنا جماعة يجيبون بجلكانات من المحافظات الثانية ترى هذه كارثة محافظة نفطية ما بها بنزين محسن وبس الأزمات يعني بيها ليش بس واسط يعني ما عرف جهات المعنية وين عن هذا المواطن تصريح نعرف شنالأسباب فضلاً عن أزمة البنزين المحسن كانت محافظة واسط قد سجلت قبل أيام أزمة لمادة القاز خرج على إثرها أصحاب الشاحنات ومعامل الطابوق ويتساءل المواطنون كيف لمحافظة نفطية أن تعاني من شحة وقود وأزمات متتالية سجاد العطية الرابعة واسط ترجمة نانسي قنقر